موسيقى 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 والله نتمنى الفريق المغرب أولا بسبب أنه الناصروه كفريق عربي وفريق جار وأشقاء وما يفرح المغاربة يفرح نتمنى يفوت دور آخر وفي نفس الوقت نتمنى يفوت باش يزيد يفضح هذه الطغمة اللي متصلت حتى على الإعلام الجزائي ويخليهم يخليهم في وضع لا يحسدون عليه لأنه البارح إذا كان تبون قال في القمة العربية أنه لعشاف الشيرطون أعتقد البارح راه لعزاء في الصوفيتان أو الهلطون أظن هذا الأمر المهم تلفزيون ما هدر لا في الأخبار بالفرنسية لا في نشرة الثامنة ولا أي شيء ولم يعطي أي خبر على ما جرى البارحة من مباريات في كأس العالم رغم أنه يوم غير مسبوق أنه حاسم للمرور إلى الدور الثاني وشهد الفريق العربي الوحيد الذي مر للدور الثاني هو الفريق المغربي ما تكلمش خلات غير أنهم أنهم واش داروا نشروا هكي القصص صور هذيك اللي يعملوها داروا واحدة نهاية المباراة اليابان إسبانيا 2-1 زادوا داروا الأخرى كوستاريكا ألمانيا وثم داروا الثالثة كرواتيا بلجيكا إذن داروا هذه الأخبار هكي الصورة اللي تشوفوا فيها حول ما حدث الموت وتجاهلوا المغرب وكند وش رح تقول وش رح تتحدث على هذا الإعلام البائس هذا الإعلام المضحك والسخي يعني لآن الجزائريين راهم يشاهدوا في القنوات الرياضية العالمية كلهم يشوفوا الأخبار يتبعوا الجزائريين يتبعوا أخبار وش كوني يتأهلوا النقاط والترتيبات وكذا وكذا يتبعوها بينها من شديد يجيوا للتلفزيونات ما كانش أخبار خلاص يروحوا للصفحات على الفيسبوك يلقوا ثلاث مقابلات السبب علش المقابلة الرابعة ما كانش وهم أربع مقابلات السبب هي عقدة المغرب يعني البارحة أجزم لكم لو الفريق المغربي انهزم لا تكلموا على الأخبار هني أجزم لكم أجزم لكم لو الفريق المغربي انهزم لكن منذ البداية لم ينهزم وشكل لهم عقدة عقدة أولا أنه كانوا يتمنوا الفريق الجزائري يمر أنا أتكلمك عن النظام يعني كنا كجزائريين كنا نتمنوا الفريق الوطني يشارك في المونديال ولكن قدر الله ما شاء فعل ولكن النظام الجزائري كان يريد باش يستغل هذه المونديال المشاركة من أجل محاولة تخدير الجماهية هذه هذه وراني شفناهم كيفاش كانوا يتبعوا اليوم واش دار دار تبون وين يلعبوا مقابلة دير تغريدة شنجريحة بايان وصلنا لوحد المهزلة مؤسسة العسكرية دير بايان حول مقابلة رياضية وصلنا لها يعني بوحدة طريقة صارت مؤلمة ومضحكة ومؤسفة في آن الواحد المهم في النشرات ما تكلموش وصفحة الفيسبوك هذروا على ثلاث مقابلات في حين القنوات الأخرى مثلا القنوات الأخرى هناك اللي تكلمت نوجده مثلا قناة البلاد جابوا مثلا فيديو قالوا شاهد فرحة الجماهير المغربية بعد تآهولهم للدور الثاني من مونديال قطر هذه مثلا أمر آخر نشوفوا قناة أخرى مثلا قناة أخرى النهار جايبين واحد يتكلم سموه زين عامر قالك اللاعب المغربي زياش فرحته بالفوز خاصة بعد قصة طفولته الصعبة مع المخدرات الرقرق يملك لمسة مغربية محظة والنتائج هي رد على كل من قزمة عمل حليلوزيتش يعني حتى يردو الأخبار بطريقة ملغومة ولكن أن المغرب راه انتصر أو حقق الفوز وتأهل وكأول فريق عربي وهو الوحيد الذي افتك تأشيرة المرور للدور الثاني في حين أخفق الفريق السعودي والقطري والتونسي هذه غير موجودة أصلا عقدة وصلت إلى حد أن تحولت إلى مضحكة وتحتاج إلى علاج نفسي لم المسؤولين هادم على الإعلام وتديهم ثم بيهم بضباط المخابرات اللي يسيروا فيهم وتحطهم حتى سنة وهم يعالجونه في مستشفى تعلمهابل في العثماني هذا هو اللي لزم لهم هذا هو الحل الوحيد ارتقوا ارتقوا ما هكذا تتعاملون إعلاميا ما هكذا تديرون الأزمات هناك أزمة دبلوماسية مع المغرب تقولوا عندنا أسبابنا وللأسف ما قدمت ولا دليل إلى يومنا هذا وتحكوا في حكايات ولا صدقها واحد لماذا تدخلوا في الاقتصاد أوقفتم أنبوب التعغاز كان من الممكن في ظل هذه الظروف الدولية أن يحقق الكثير للجزائر ولكن حتى إذا حقق رايح يروح الجيوب أخرى هنا نشوفوا في تبون كأنه راه في كباريه أكرمكم الله ويحط في الدراهم الدراهم يدفع فيهم للمغني الفللاني والراكس الفلاني والراكس الفلاني وكذا وكذا ها هو روح هذا رئيس توني سدي روح هذا محمود عباس سدي رئيس سكو بدي ومد الدراهمة الجزائريين بهذه الطريقة المؤسفة والشعب الجزائري ما يلقاش مستشفي داوي فيه هذا طيران الجزائري بش يجيب المهاجرين يدخلوا العملة الصعبة طائرة جزائرية راهي من أسوأ أو خطوط الجوية الجزائرية من أسوأ الطيران في العالم العربي للأسف الشديد يعني وصلنا إلى واقع مؤسف والأموال تبزع دروات وقوش ثم يزيدوا دخلك الإعلام هاكم الله يضحكتوا الناس على رواحكم أحطوا الخبر هاكم تعطوا أخبار دولية وعلى جهات تقولوا راكم تعادوها تحت حاجة تعطوا خبر يهي المغرب أنتوا مشكلتكم تقولوا النظام الجزائري يقولوا يقولك لا مشكلتنا ما هيش مع الشعب المغربي ما هيش مع الشعب المغربي تنبول بحد ذاته يقول نحنا الشعب المغربي يحبوه يحبونا بل تكلم حتى على كرة القدم لما ادات الجزائر كأس إفريقيا شوارع المغربية كل خرجات واحتفلوا والإعلام المغربي تكلم على فوز الجزائر المستحق وبطريقة فيها فرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر